هنروح لأخبار الجنباز انتعارفين طبعا عندنا احنا جنباز متطور ويعني متقدم جدا في نادي الهلي في كأس مصر للنشآت عندنا 25 ميدالية حصدناهم في كأس مصر للنشآت ورقم كبير ورقم مرعب الحقيقة الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز اللي في الصورة دي ومين هم الأبطال آيات خالد فكري وآيس الأيمن وطيارة وسام عبد العظيم وجميلة أشرف شعراوي وجوليا حزم توفيق وجيسي أحمد فهمي وحلع عبد الرحمن محمد وحلع محمد محمد نبيل وداليا محمد سليمان وربع إهاب وسلم عمر وشدن محمد جمال وشهد شريف وصبع إهاب وصفي أحمد عبد المنعم وفريدة محمد عاطف ولارة أحمد سمرة ولجين محمد السيد وليال أحمد مصطفى وليان علي عبد المنعم وليليا أحمد مجدي ومريم محمد سعد ومريم مصطفى محمود ومودة جمال الدين ونانسي هاني متحت دول أبطالنا خمسة وعشرين ناشئة صاعدة حصد ومديليات في كأس مصر ناشئة طبعا شايفين محاضاتكم شايفين ملايكة يعني احنا بنتكلم في عمار سنية زوارة جدا هم دول مستقبل الجنباز في نادي قاله مستقبل الجنباز في مصر الجنباز اتحاد الجنباز بقيادة أو برئاسة الدكتور إهاب أمين عامل طفرة كبيرة جدا في مصر ومش بس مصر ده حظى بثقة اتحاد الأفريقي حظى بثقة الاتحاد الدولي كوادرنا في الجنباز بدأت تختارك اللجان في الاتحاد الدولي الحقيقة الجنباز من الاتحادات تاني بين قصين وعلى فكرة بالمناسبة هو كان تحاد جديد يعني اتحاد الجنباز زي ما أنا أقول لكم دماء جديدة في الاتحادات بتأمل شغل عالي جدا الدكتور إيهاب أمين قاعد سنتين وثلاث سنين اللي فاتوا الدورة دي ودي تاني دورة ليه فهو لما جد من دماء سنتين ثلاثة دي كان هو يعني لسه جديد على الاتحاد وكان لسه ماسك ولكن عمل طفرة كبيرة جدا بني نسمع اسمه الجنباز وكأس العلم للجنباز والبطولة العلمير كبرى على أرض مصر ومنشارك فيها وكوادرنا عمل ألبان داخل بحماس شديد راجل عنده رؤية استطاع بشكل كبير جدا أنه يكون الجنباز تاني لمنصات التدويج العالمية عنده خطة طموحة لنشر اللعبة عنده خطة طموحة لرفع الفنيات أتصور دكتور إيهاب أمين من الاتحادات النجحة جدا وإحنا ممكن نعمل حتى حلقة كده أو حاجة يعني جات لفكرة كده أن احنا نستعرض أنشطة الاتحادات وإنجازاتهم الفترة الفاتت